سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألية المعتادة عارفينها اللي هي ألف نقطة للفريق الفائز وثلاثمائة نقطة بتتوزع في منصة الإكس في هاشتاغ كرزما واحد ستين يا شباب ولا ستين ولا ثنين ستين واحد ستين واحد ستين طيب واحد ستين الله يحييكم نستقبل مشاركتكم وراءكم وطرحكم والأسماء اللي معي اليوم الفريق الأول اللي هو محمد الودعاني وفيصل الدبالين محمد الودعاني ما أدري هو مستاذن أو رايح أو مستاذن طيب محمد الودعاني مستاذن وخوية فيصل الدبالين معهم الشيف ريف طيب عندهم أكلتهم وشي بيتر تشيكن وشو؟ بيتر تشيكن الفريق الثاني عبد الله العتيبي السلطان بنثق الله لبريك الشيف ورد وعندهم كرات اللحم والماش بتيتو توتو توتو أرحب أبجري بالخسارة دام فيها بتوتو ديما تسمع حنها والله هو قال أن القلب لا يحزن وإن شاء الله أنها ما حزن لا والله فيه شوي بعض المشاعر متلخفطة وإلا أن العين لا تدمع إن شاء الله أنا ما تدمع العين لا تدمع والقلب يحزن أنا والله أني راقد البارح بدري وقمت الصباح اليوم ودخلت تويتر اللي شفت الدنيا ضاربة وش العلم قال لفلاح العاصمي مستبعد من البرنامج فلاح العاصمي مستبعد من البرنامج هذه آلية نحترمها عنده أبو سلطان ونحترمها عند الإدارة ونحترمها في القائمين على قناة الواقع الفضائية لكن فيصل إيش اسمه؟ فلاح العاصمي استبعد عشان جوال جوال يعني ما في أحد من الشباب مسك معه جوال واستبعد آخر البرامج الواقعية لخيرة فيه شباب معهم جوالات ولا استبعدوا الرجال إذا جاء معه جوال واستبعد يعني فلاح العاصمي والله العظيم يعني يشهد الله مو بعنصرية ولهم أنا رجال حقاني مرة وكلنا على ما قال قبيلة وحدة واخوان ما يحتاج لكن أنا أتكلم يعني هذه وجهة نظر تحترم فيه ممكن خصومات احنا ما ندري عنها ترى فيه خصومات خفية احنا ما ندري عنها تمام لكن عشان جوال اللي ظاهر لنا أمامنا وأمام مشاهدين الكرام أنه عشان جوال فودنا أن أبو سلطان ولا الإدارة يراجعون ذا القرار لأن فيه غيرهم مسكوا معه جوال وخصهم عليه نقاط ولكن ما استبعد وأنا متأكد أن أخوياه اللي في البرنامج هنا والله مبراضين باستبعاده نعم فلاح من الأسماء اللي وضعت بصمة والله يجزاه خير على ما قام به خصوصا في رحلتهم في وقف الأيتام والفقراء في البلد الحرام هو مناحي والشباب اللي راحوا معهم الله يبيضوا جيهم يجعل ما قدمه في ميزان الحسنات لكن فلاح يعتبر من الأسماء الشهيرة قبل تدخل البرنامج وللأمانة نكون صادقين أضاف للبرنامج وأضاف النفس فلاح ولكن إن شاء الله انخروج هذا خيرت الله بذن الله عز وجل حناو شو اللي جاي في الخاطر يوم إن الجواز جربت واستبعد الرجال بس هذي هذي اللي في الخاطر بس من ها من لحق مهو برايح بذن الله عز وجل لكن وابو سلطان جاء عليه يا سلام معودا على العلم الطيب ترك الدوس إقامة إعلامية معروفة ولا نشكك في قدراتها والله نعم بابو سلطان له باع طويل في الإعلام واجعلها يحيى ابو سلطان ولكن فيها آليات ممكن يعني تحترم حنا ما ندري عنها حنا مثل المشاهد والله ما ندري بس اللي شفناها إنه مستبعد عشان الجوة وإنه نقول ما ندري أنها استبعد عشان الجوة الله يحييكم يا شباب ومرحب ومسأل اليوم محمد الودعاني ورفيقه فيصل الدبالين والسلطان بن ثقل ومعه عبد الله العتيبي مرحب ومسأل أنا حبي يا شباب يلا حيوه عليك شلونكم عساكم طيبي سلطان ناصر يلا حيا شلونك عساك طيب أنا تدري وشي بي كان وديبك اليوم حماسك ما شاء الله تبارك الله أنا عادل حماس اللي فيك وديبه الحمد كيف القبال قبل شوي والله شو تنت شو تنت شفت والله كامل القبال من إله الله يحييكم طيب شباب الشيف ورد جاهز الشيف ريف مرحب فيصل سلطان ابو هقل